تقرير حلو قوي حلو قوي عن الكابتن ايمان دربالة مدرب سبورتين كاسل اللي كان حارس مرمى وبقى مدير فني قصة كده زي قصة مدرب منتخام نقلوس كيروش اللي كان حارس مرمى وبقى مدير فني كبير نتمنى له طبعا دربالة يكون مدير فني كبير في المستقبل نشوف التقرير وبعد التقرير نروح لفاصل ونستقبل يوفنا الكرام والله طبعا لقب كيروش الغلابة ده طبعا دي حاجة فخر ليا وحاجة شرف ليا يتم بقرنتي بمدرب علامي زي كيروش نتفق انا وهو او نتشابه في انه هو كان برضو حارس مرمى وبعدين دلوقتي اصبح مدير فني لمنتخب مصر وقابليها طبعا منشستر ونيتد وريال مدريد ومنتخب ايران ومنتخبات عديدة فدي طبعا فخر ليا بقول اللي انا لوصلت له ده بفضل من المولى عز وجل شكر كتير لكل من سام معايا وساعد معايا ما فيش حاجة اسمها حارس مرمى او لاعب او ممارس بدليل ان في مدربين عظماء ما مارسوش اصلا كرة القدم زي ممرينيو زي البتيجي زي ساري الناس دي ما مارستش اصلا كرة القدم كرة القدم عبارة عن قدرة على قراءة الملعب قدرة على تسطيف نفسك دايما قدرة على ان انت تعمل تغييرات معينة وتاكتيك معينة تشتغل به انت اللي بتجبر الناس ان هي تحترمك لما احنا عايزين الثقافة بتاعتنا تتغير انت احكم علي بشغلي احكم علي بنتايجي والدليل زي ما انا بقول لحضرتك مورينيو ممارسي من اعظم مدربين العالم الناس كلها بتجري اجروا قد ايه الناس كلها بتجري عليهم وتطلبوا وامثلة عديدة ذكرتها لحضرتك فا اتمنى ان احنا هنا برضو نبص للكفاءة ما نبصش كاشوء اعلامي يتسلط او شبكة ووكا لا او 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 لا الكابتين نادر السيد دلوقتي خط التجربة اتمنى له طبعا النجاح مع فرق الطامية ام حققين على فكرة حققه او نتاية كويسة اتمنى اهم حاجة الاستمرارية يعني ممكن انا اللي خدمني في موقعك مدير فني الاستمرارية ان انت خلاص حتة ان انت او لا انتهت من عندك لان انت نجحت الاربع مواسم بدأنا من حوالي عشرين سنة مجال كرة القدم زي ما حضرك عارف بنبدأ من الصفر يمكن زي ما كل الناس بتبدأ ممكن انا لعبت فترة في نادي ملايك كافر ازايات ولعبت في نادي باسيون ممتاز به وبعدين لعبت في نادي كوكاكولا اللي هو في اوتشار حوالي ست مواسم فالحمد لله قدرت ان انا في الفترة دية يعني نقول على قد ما انا يقدر نعمل اسم في حراسة المرمى الحمد لله راضي تماما عن مسيرتي اللي انا قدتها بعد كده طبعا ممكن الظروف ساعدتني ان انا كنت في نادي الكوكاكولا طبعا التغير مسماد الوقت النادي في اوتشار ان انا ابدأ المرحلة التدريبية بتاعتي التدريب حراس مرمى الفريق الاول للنادي كنت في سن ممكن يعني دالي ساعدني ان انا كنت في سن صغيرة شوية اول ما بدأت الحمد لله بدأت تدريب الفريق الاول فده ساعدني ان انا اكتسب خبرات كتير في المجال ده بجانب الحمد لله ان انا دراستي اصلا التربية رضيق يعني برضو حضرك زي ما انت عارف ان الدراسة والعلم بيفرق كتير في المجال التدريبي خطفة ان انا بقى مدير فني انا الحمد لله دي هتنكر رابع موسم هي مدير فني حصل كان عندنا مباراة خارج الملعب في القسم الثالث وكان حصل مدير الفني تقدم باعتذار وكنا رايحين المباراة فتم تكليفي من الادارة بان انا اقود اللقاء خارج الملعب كان مع نادي زيفتا المحترم والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب المباراة ديات وكان بعديها على طول يعني سبحان الله بتتجمع الاخدار علشان انت تخش يمكن كرير كان مكتوب لك او يمكن كان بينطلب مني كتير في الاندية اللي انا اشتغلت فيها انا اتشرفت انا اشتغلت في نادي الصنطة حوالي ست مواسم ونادي بسيون المحترم فكان بينطلب ليه ما تاخدش خطوة المدير الفني فهي الاخدار ساعات اللي بتيسر لنا خطوة ممكن نكون اجلناها شوية فبعدها كان فيه ماتش في كاس مصر مع نادي تسوق وخارج الملعب برضو سبحان الله كانت الماتشت كلها صعبة وربنا كرمنا وقدرنا نكسب المباراة ديات بعدها كان برضو عندنا ماتش في الدوري فقدرنا نكسب فبدأ من هنا مستر يوسف ان هو يعني بيتكلم معايا انت عندك قدرات فنية انت ليه ما تاخدش خطوة المدير الفني فطبعا احنا المجتمع بتاعنا او الرياضي مش متعود انه هو مدرب حراس مارما يتحول لمدير فني رغم المفوض ان الحكم بالنتيجة العمل مش الحكم بالحاجة الحكم بالنتايب قدرتك على تكون فريق اختيار عناصر الفريق ده النجاحات اللي انت بتقدمها التكتك اللي انت بتشتغل به فطبعا كان استغراب ناس كتير رهنت على فشل التجربة الوحيد اللي خادر ريسك زي ما اقول له حضرته ادارة النادي المحترمة فعشان كده اي نجاح بينسب احنا شركاء فيه النجاح مش عشان الكابتن ايمان دلوقتي هو له في الصورة يبقى كل النجاح ينسب له لا اولا توفيق المولى عز وجل ثانيا سقط ادارة ونادي في شخصي انا الضعيف جهاز فني معاون لي على اعلى مستوى عندنا لجل التسويق عندنا تحليل اداء على اعلى مستوى الكابتن عمري ياسر عندنا يعني منظومة ساعدتنا على النجاح ولا ان انت دخلت تجربة مستمدرين فانيين كتر جدا دخلت تحدي مع نفسك ان انت ازاي تثبت وتجبر الناس ان 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 انت ممكن تنجح وتحقق النجاحات وزي ما بقول حضرتك الحمد لله اربع مواسم من الشغل من النجاح فطبعا فعلا كان رزق بالنسبة لي انا كنت مداري حراس مرمى الحمد لله من سمع مشهور مطلوب فان انت تاخد خطوة المدير الفني ممكن تأثر عليك بعد كده ممكن كنت تفشل وينتهي مسيرتك كان مداري حراس مرمى وتنتهي مسيرتك كان مدير فاني فكان رزق بالنسبة لي خصوصا ان احنا شغلنا هو كرة القدم بس لما بيتلاقي جنبك حد بيسندك بيدعمك مؤمن بيك اهم حاجة الامام بقدراتك والصبر عليك الاصرار الاجتهاد العمل الاخلاص والاخلاص ده عمر لندرة دلوقتي فربنا بيدي دايما للمخلص والمجتهد واللي عنده علم واللي عنده خبرة واللي عنده دراية واللي عنده قبل ده كله عنده موهبة بتساعده ان هو يقدر يساعد الفريق اللي هو فيه او يساعد للاحترافية فكورة القدم